أهلا بحضراتكم ما فيه شك أن مشروعات الطرق والبنية التحتية في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنين اللي فاتت وده طبعا ساهم بشكل كبير في معالجة التكدوسات المرورية اللي موجودة في القاهرة وفي المحافظات وكبان في البدن الرئيسي يمكن يا منا زي ما قلنا في بداية الحلقة المشروع القومي للطرق هو من المشروعات الضخمة اللي عملت على دعم البنية التحتية من خلال إنشاء وتطوير ألاف الكيلومترات من الطرق في كل المحافظات مشروعات الطرق والبنية التحتية في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنين اللي فاتت واللي سهمت بشكل كبير في معالجة التكدوسات المرورية في القاهرة والمحافظات والمدن الرئيسية المشروع القومي للطرق بيعد من المشروعات الضخمة اللي بتوليها القيادة السياسية اهتمام بالغ وبترعاها الدولة لخدمة المواطنين بعد ما تم إقرارها في 22 يونيو 2024 لتنمية البنية التحتية ببناء وتطوير آلاف الكيلومترات في مناطق متفرقة تمثل أكتر من 20% من إجمال الطرق في مصر وبيساهم المشروع القومي للطرق في إنشاء مدن عمرانية جديدة جازبة لفرص العمل والسكن والإقامة وقدر على استيعاب الزيادة السكانية في المناطق المكتزة بالسكان والمساعدة على الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية زي التعدين والسياحة كما يساهم المشروع في توفير من 23% ل27% من أزمنة الرحلات داخل الجمهورية دغير خدمة مناطق التنمية الزراعية في كافة المحافظات وبتعد شبكات الطرق والكباري الأداء الأولى والأساسية لتحقيق التنمية المستدامة علشان بتعد شريان الحياء اللي بيجزب الاستثمار وبيفتح فرص عمل جديدة لأن الطرق بتعتبر منظومة خدمات وبنية تحتية متكملة تخدم أي مستثمر محلي أو أجنبي وأهم ما تم تنفيذه من قبل المشروع القومي للطرق تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المينيا بطول 230 كيلو متر بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه وتطوير طريق الصعيد البحر الأحمر سوهاج سفاجة بطول 180 كيلو متر وتكلفة مليار جنيه ده غير إنشاء طريق شبرى بنها الحر بطول 40 كيلو متر وتكلفة 3.5 مليار جنيه وإنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائر الإقليمي بطول 90 كيلو متر وتكلفة 8 مليار جنيه وإدر المشروع القومي للطرق إنه ينجح في إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كيلو متر وتكلفة 4.5 مليار جنيه كمان تطوير طريق النفق شرم الشيخ بطول 350 كيلو متر وتكلفة 3.2 مليار جنيه ده غير تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى 1.109 طريق السويس بطول 24 كيلو متر وتكلفة 870 مليون جنيه وإنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة السويس في المسافة من الطريق الدائر الإقليمي حتى الطريق الدائري بطول 37 كيلو متر وتكلفة 930 مليون جنيه أما من ناحية التطوير والازدواجات فكان في طفرة غير مسبوقة في تطوير وازدواج طريق سفاج القصير مرسى علم بطول 200 كيلو متر وتكلفة 1.738 مليون جنيه كمان تطوير طريق المنصورة جمصة رافت جمصة بطول 50 كيلو متر وتكلفة مليار جنيه زي ما شفنا مع حضراتكم في التقرير السابق يعني إزاي حصل نقلة نقلة حضرية ونقلة نوعية في قطاع الطرق من خلال المشروع القومي للطرق والمحاور اللي قدرت مصر تواجه أكبر تحدي كان بيواجهها في وقت من الأوقات وهو تحدي الزيادة السكانية مصر أعداد سكانها عملت زيد جدا لكن المساحة المعمورة والمأهولة زي ما هي ما بتتحركش كانت 6% لحد 2014 النهاردة بنتكلم في ضعف المساحة دي بنتكلم في 12% ده ما كانش هيحصل إلا بوجود شبكة كبيرة من الطرق والمحاور تقدر لها تربط كل المدن الجديدة وكل المحافظات بعضها البعض بانسيابية ده بخلاف الاستثمار أيضا بأن الطرق الجديدة بتقدر لها تخلي المستثمر يجي وهو عنده ثقة وأريحية عشان عارف اللي هو هيطلع البضاعة بتاعته من وإلى الموانئ بسهولة أكيد يا عبدالصمد فكرة أن الطرق شهدت طبعا طفرة كبيرة ده واقع إحنا شايفينه ده واقع إحنا حاسينه كل يوم سواء بقى بنتحرك جوه القاهرة الكبرى والمحافظات وكمان لو إحنا بنحاول نخرج من القاهرة للمحافظات الأخرى أو من المحافظات بشبكة طرق ومحاول رئيسية بتربط كل مكان ببعض لغاية دلوقتي إجمالي عدد الطرق اللي اتعاملت ممكن يوصل ل5000 كم تولي في كل المحافظات وباستثمارات بتوصل ل36 ميديار جنيه التفاصيل عن المشروع القومي للطرق وأهمية ربط المحافظات بالطرق والمحاول الجديدة من رحب في فقرتنا النهاردة بالدكتور حسن مهدي وأستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس أهلا وسهلا بحضراتك يا دكتور منوار صباح خير أهلا وسهلا بحضراتكم سعيد بوجودي معكم أهلا وسهلا نوارنا يا دكتور وضيف عزيز علينا أهلا منا أهلا بكم دكتور بداية لما نيجي نقول تطوير شامل حصل في قطاع الطرق من بعد 2014 إزاي المشروع القومي للطرق قدر في وقت قصير جدا تطوير البنية التحتية العديد من الطرق في مصر وده إحنا لما نقول من 2014 لدلوقتي ده وقت قصير ده وقت قصير فعلا في الطفرة اللي حصلت خلينا أقولك أن النقل هو قطاع خدمي بيمس حياة المواطن اليومية وبيأثر طبعا في الاقتصاد المصري وفي نسبة الجزء المعمور من الجمهورية والدولة أخذت على عطقها من 2014 أنها تولي قطاع النقل الاهتمام بأتبار أنه هو الدعم لمشروعات التنمية المستدامة بكافة صورها لو كنا بنتكلم على مدن جديدة زي ما أنت أشرت يا عبدالصمد عشان نعمل خلخلة في الكسافات السكانية ونقضي على المناطق العشوائية وننتشر على مساحة جغرافية أكبر ونعمل جودة في الحياة وفرص أفضل للحياة والتعليم والصحة وغيرها كل ده كان مهتاج أن أنا أمد شبكة بنية أساسية على مساحة جغرافية أكبر وده جزء من أجله تم إنشاء المشروع القوم للطرق لكن كمان علشان أستغل الصروات الطبعية من مناجم ومحاجر وعلشان أعمل مصانع ومناطق صناعية وعلشان أستصلح الصحرة وعمل مناطق زي المليون ونصف الدان والدلتة الجديدة والعوينات وتوشكة كان كل دون كل هذه المشروعات العملاقة للمواطن بيشوفها حتى لو ما بيسافرش على التلفزيون إزاي المناطق دي تم زراعيتها وإزاي تم استغلالها استغلال أمثل من أجل الاستفادة سواء في الصروة الغذائية أو في الصروة الصناعية أو في إنشاء مدن جديدة علشان تقدر الناس تنتشر كل ده لم يكن تأكيدا لكلام حضراتكم ليتم بدون وجود شبكة بنية أساسية وعلى رأس البنية الأساسية بتيجي مشروعات النقل والطرق لأن الطريق بيتعمل وبعد كده بيتم إنشاء خطوط الميا خطوط الكهرباء خطوط الصرف وبالتالي بقدر أن أنا كمان أعمل قيمة مالية للمكان اللي كان غير مأهول وبالتالي الأرض كانت قيمتها المالية منخفضة فلما بيتم إنشاء المرافق من بنية أساسية ومنها شبكات الطرق وغيرها بقدر أن أنا أخلي القيمة المالية للمكان دوا أعلى فبجزب استثمارات زي ما حضرتك أشارت لأن النهاردة لما يكون فيه مستثمر داخلي أو خارجي وأقوله طالعا لعمل مشروع ومش هديله مرافق طب ما هم مش هيجي لأن فيه دول أخرى بتنفسك وبتدي سواء في الجوار الإقليمي أو على مستوى العالم بتدي مميزات أفضل بتدي مرافق هذه لقاطة أرض مميزة وليكن في الصعيد ولكن مفيش طريق أن نوصل هنطلع إنتاجه إزاي هنقل البضائع من المواني إزاي أوصلها للمصنع بتاعي طب الناس اللي هجيبهم يشتغلوا هيسكنوا فين ده برضو علشان خطر الدولة دلوقتي بتهتم بكل هذه التفاصيل يعني النهاردة لما بنعمل منطقة صناعية بيبقى فيه اسكان للعملين في المنطقة الصناعية بيبقى فيه شبك الطرق موجودة علشان أقدر أن أوصل البضائع من وإلى مناطق التصدير والإنتاج وغيره مدرسة وكمعة بالضبط ده جزء عبدالصمد اللي هو بنسميه النقل البري يعني كل اللي التعرير عرضه والإنجازات العظيمة ده جزء من كل يعني النقل البري دون الدولة كما أشرته حضراتكم نفزت ما يقرب من خمسة ألاف كيلو متر طولي في إطار ما أطلق عليه اسم المشروع القومي للطرق شارك في تنفيذ هذا المشروع العملاء كل أجهزة الدولة سواء إذا كان وزارة النقل أو وزارة الإسكان أو الهيال هندسية القوات المسلحة ومن نفز هم المصريين يعني شركات مصرية وطنية وخلينا أقول أن ده معناه أن أنا شغلت عمالة كسيفة قطاع النقل بيشتغل فيه 2 مليون شخص سواء مهندس أو فني أو عامل أو فريق معاوية أو صناعات تكملية ده معناها أن قطاع النقل بشكل مباشر ساهم في الحد من البطالة ومعدلات التضخم ومدنع أنا أضيف يا دكتور بس على كلام حاليك أنه نحن كمان اللي هو وفر هذه العمالة وهي عمالة منها للشباب صحيح أنه نحن شوفنا اللي بيشرف على الطريق شاب شاب لصغير صحيح فكرة أنت بتنمي فيه وبتخليه بعده ثقة بالنفس والخبرات ونقل التكنولوجيا والكلام ده وبعدين نحن تفوقنا على مش عايزة أقولها على نفسنا لكن نقلنا التكنولوجيا يعني في أنفاء قناة السويس لما خدنا الخبرات من الجانب الأجنبي بقينا نشغل المكان دلوقتي بنفسنا وإحنا اللي بنعمل كمان الخرصانات اللي بنجلد بيها النفق من جوة بدل ما كانت مستوردة بقينا عملنا مصانع لإنتاجها الفلنكاب بتاعت السكة الحديد وإن كان إحنا موضوعنا الطرق عملنا مصانع لإنتاج الفلنكات لأننا عايز للقطار السريع ملايين الفلنكات فده تم معناها توفير في العملة الصعبة لما بنتج هذا الأمر وبنق التكنولوجيا فعايز أقولك أن هناك تكملية وصاقة النقل وتوطين صناعة النقل دي من ضمن الحاجات اللي يمكن نوه عليها فخامة الرئيس ووجه بها الحكومة أن يبقى في عندي توطين للصناعة النقل وبالتالي حتى في صناعة الطرق بقى عندنا دلوقتي كمان إعادة تدوير الرصف الأديم الريسايكلينج دا كان يعني هو موجود في العالم من التمانيناب بس إحنا ما كناش بنالجأ لي لو بتسافر على أي طريق خارج المدينة بتلاقي الأسفلت الأديم لما بيجوا إعادة رصف بتلاقيه قسره يتريمي على الجناب دلوقتي يبقاش موجود مش هتشوف دا لأن إحنا بقينا ناخد الأسفلت الأديم ونعيد تدويره ويضاف ليه مواد جديدة ويتحط تاني في الطريق وبالتالي بقيت أحصل على جودة أعلى وأقتصد في التكلفة بتاعت النفقات وأحافظ على البيئة لأن ما فيش مخلفات لما نرجع تاني الموضوع شبكة الطرق وإحنا عملنا الشبكة القومية اللي ربطت بمثابة شرايين ربطت مفاصل الدولة ببعضها وأشاد بيها المجتمع الدولي وترفع ترتيب مصر في تأرير التنفسية العالمية 90 نقطة من المرتبة 118 ل28 في إطار إحنا ما كناش بنعمل ده عشان المجتمع الدولي يشيط بينا لكن إحنا أخلصنا في حل مشاكلنا بحلول داخلية أو حلول موضعية من داخل مصر فأشاد المجتمع الدولي بالمجهود اللي اتبازل في هذا الاتجاه ثم اتجاهنا إلى حل مشاكل داخل المدن يمكن مننا عشارة إلى الزحام المروري وتأثير شبكة الطرق وتطويرها على إحداث انفراجات مرورية لما نتحدث عن المدن المقتصد بالسكان زي القاهرة واسكندرية وغيرها من المخافظات والمحاور اللي تم فتحها وكلها أهم من بعضها ما نذكرش محور عشان ما فيش أفضلية منهم كل واحد منهم ليهم أهميته سهمت في إحداث سيولة مرورية الحد من الحوادث بتقرير الإحصائيات المركزية للتعبئة العامة والإحصال الحوادث قلب بنسب تتراوح من 25% لما أنشأنا شبكة محاور وطرق جديدة مش كده وبس يا منا ده احنا كمان طورنا القديم يعني في بعض المحاور القديمة اللي موجودة كانت حالتها الفنية متردية فتم رفع كفائتها وتطويرها وتوسعتها كل هذه الأمور بتأتي في إطار النهوض بقطاع النقل البري طب هو ده بس اللي اشتغلت فيه الدولة لا أنا عندي قطاعات تانية يمكن لا يتسع الوقت لها لو اتكلمنا عن النقل السككي وما تم فيه لأنه هو برضو أحد أزرع أزرع وزارة النقل وأحد أزرع قطاع النقل اللي بنهتم به النقل البحري المناطق اللوجستية وربط المواني البحرية بالمناطق اللوجستية اللي تعتبر باكيارد للمواني البحرية عشان أرفع من كفائتها وخصوصا يا عبدالصامد أن 90% من التجارة الدولية المصر بتتم عن طريق النقل البحري فكان لازم أهتم بالمواني وأنشئ مناطق اللوجستية تكاملية وسائل النقل والمالتي موضل ترانسبورت إن أنا أقدر أستخدم أكتر من وسيلة وتكاملية وسائل النقل إن إن شاء الله قريبا ستجد وسيلة كارت واحد يستطيع المواطن داخل المدينة أن يركب بيه متر الأنفاء ويركب بيه المونوريل ويركب بيه البي أرتي على الطريق الدائري لم يكن ذلك متاح قبل كده نعم فدي كلها دكتور حاليا نكلم يعني حضرت كلمت على التكاملية وكلمت أني فكرة ما بقاش عندي حاجة واحدة لأي حاجة نعوز صحيح أنا عندي بدل الطريق بقى فيه مرادفات كتير مدينة وثلاثة علشان لو فيه تكدسينا حبيت إلا أنا أحرك الاتجاه المروري لسبب ما يبقى ما فيه الشلال مروري زي ما بنكون صحيح إزاي ده نعكس على الانسيابية المرورية اللي موجودة والوقت اللي كان مهضر وليس له قيمة في الماضي برافو عليك يعني هو مش الوقت كان يعني ده جزء من اللي حسبناك قيمة مالية يطلع أن أنا كنت بهدر فلوس كتير نتيجة التأخيرات وأنا رايح شغلي وأنا رايح جمعيتي وأنا رايح مشواري المشوار اللي كان بياخد ساعتين دلوقتي بياخد أقل من نص ساعة مع توفير السيولة المرورية اللي موجودة سواء بوسائل النقل الخاصة أو بوسائل النقل العامة اللي الدولة طورتها وحسنت منها في الوقت الحالي بالإضافة إلى التأثير البيئي لما كان فيه زحام الإممشن والتلوث البيئي اللي كان موجود كان بيبقى أعلى وبالتالي دلوقتي بقى التلوث البيئي اللي موجود أقل علامة وعلى الانتقال التدريجي للنقل الأخضر دلوقتي الوسائل النقل الجديدة بقيتنا بنتابع سياسة الجر الكهربائي اللي هو الطاقة النظيفة وده ينطبق كمان على وسائل النقل العام والجماعي يمكن التوبيس التردد على الطريق الدائري إن شاء الله هيكون بالجر الكهربائي الـ LRT جر الكهربائي المترو الأنفاء واستكمالاته وخلينا نقول عند مترو الأنفاء لما أنشأناه في التمانينات كان فيه انتقاضات برضه وبيقولك مصر القاهرة مش محتاجة مترو الأنفاء مترو الأنفاء بخطوطه الثلاثة على وضع الحالي دلوقتي بينقل ثلاثة ونصف مليون راكب في اليوم فالسؤال اللي بنقوله للناس ماذا لو لم يكن لدينا مترو الأنفاء كان هيكون فيه شل المروري في إقليم القاهرة النهاردة لقدر الله لما المترو بيعطل بتلاقي بعض الطلبة بتروحش جامعاتهم الناس بتأخر على شغلها لأن وسائل النقل السطحية كلها زي ما ساعدتك أشارت مقتصة في زحام لكن وسيلة النقل بالمترو بقت دلوقتي وسيلة سريعة ما فيش إشارات ما فيش تأخير ما فيش كذا عشان كده احنا بنكمل خطوط المترو بننشئ الخط الخامس والسادس وفي نفس الوقت بنكمل المرحلة الرابعة من الخط الثالث فده كله منظومة بتشتغل فيها الدولة في إطار تلبيت الحاجة وفقا للزيادة السكانية ودي نقطة حضرتك أشارت إليها أنت ومنا في المقدمة مثلا أنا سنة 86 كانت أعداد سكان مصر 48 مليون نسمة النهاردة احنا عدينا 106 مليون فمش من المنطقي أننا أفضل بنفس البنية الأساسية اللي كانت موجودة مع الزيادة السكانية احنا بنزيد 2.5 مليون مولود في السنة فلازم يبقى في عندي زيادة في البنية الأساسية والخدمات تستوعب الزيادة اللي موجودة ولما نتحدث مثلا عن تطوير شبكة الطرق مثلا وغيرها من المحاور أنا عايزة أتكلم في النقطة دي عن حاجة بعد إذن حضرتك حالك كنت لسه بتتكلم عن أن قريبا حيكون عندنا كارت موحد لاستخدام أكتر من وسيلة مواصلات يمكن زي ما كنا بنشوف في أوروبا كده كارت واحد ممغنط بيبقى باشتراك والناس بتتحرك بيه لاستخدام أكتر من وسيلة إحنا ما كانش عندنا أكتر من وسيلة إحنا كان يمكن لغاية سنوات قريبة كان عندنا يا إما المترو اللي بنقدر نستخدمه المواصلات العامة كان واحد دي من الحاجات اللي عاملنا مشكلة في السياحة كمان إن كان جودة المواصلات العامة مش على المستوى اللقاء لا فيه تغطية كفاية ولا كانت يعني مناسبة لأدمية المصريين وما يستحقوه وبالتبعية طبعا إحنا دلوقتي بقى عندنا مواصلات فيها واي فاي نظبوط وعندنا تغطية لأماكن مختلفة يعني واحد كان من أكبر المشاكل اللي بتواجه السائح بعد ما بيخرج من المطار إنه بيكون تحت سيطرة بعض السائحين وما كانش فيه وسيلة لربط المطار غير وسائل محدودة جدا فأنا أتفق مع حضرتك تماما إن وسائل النقل العام والجماعي كانت بوضع لا يسمح بي إن أنا أقول مش تكاملية كمان إن أنا أقول للناس إن أنا عندي وسائل النقل العام وجماعي كويسة وده اللي كان بيخلي الناس يعني تستخدم عربياتها الخاصة لمن هو ملك سيارة أو يعني يدور على وسيلة غير وسائل النقل العام لو كان مش ملك سيارة نقول لحنا المصريين حضارة كم سنة لكن الوضع ما كانش يليق بالتاريخ والحضارة صحيح بس الدولة من 2014 برضو طورت مفهوم البابليك ترانسبورت أو النقل العام والجماعي بالمفهوم المتعرف عليه دوليا وبقى في عندي دلوقتي زي ما كنت بقى أشير وحضرتك معاك حق أن قبل كده ما كانش فيه لكن دلوقتي بقى في عندي وسائل نقل لتتطلب التكاملية ما بينها والتكاملية دي عبدالصمد ويمينة هيكون لها تأثير على تكلفة النقل على المواطن يعني بدل ما بدفع في متر الأنفاء وهرجع أدفع في الـ LRT وهرجع أدفع في الأوتوبيس الترددي هو تيكت واحد زي ما شفناه من تمانيات درست في النمسا من تمانيات القرن الماضي ده كان موجود بس إحنا أن نصل متأخرين أفضل من أننا ما نصلش فدلوقتي لما هنطبق تكنولوجيا بقى ترخيصة واللي كنا بنقول زمان ده عشان نطبقه وهيبقى محتاج تكلفة عالية أصبح التكنولوجيا زي الموبايل الموبايل كان زمان محتوش الأبليكيشن الجديدة دلوقتي بقى فيه سمارت فون وبتكلفة أقل فده احنا هنطبقه في وسائل النقل الجديدة علشان نوفر على المواطن أنه يدفع في كل وسيلة أو على الأقل أنه يوقف عشان يشتري تيكت من كل وسيلة فده كله هيكون موجود ده على شبكة الطرق كمان تطبيق نظام النقل الزاكي مش هتوقف على البوابة قريبا إن شاء الله عشان تشتري تيكت من البوابة الرسوم وتعدي ده هيبقى بالملصق الإلكتروني أو حاجة شبيهة بيه بيتخصم من حضرتك أنت عديت بالعربية بتاعتك في اليوم الفلاني الساعة كذا وهيجي لك الفطورة بتاعتها كام مرة عديت والساعة كام ونقدر أجزقها بقى هل الوقت اللي عديت بيه ده كان وقته راش أور ولا بره راش أور وبالتالي يبقى تكلفة الحساب مختلفة لو أنت عديت في وقت الزحمة ولا بره وقت الزحمة فده كله أبليكيشن من تطبيقات النقل الزكي هيتم تطبيقها على وسائل النقل العام والجميع البي أرتي إن شاء الله هتلاقي على كل محطة شاشة الأوتوبيس جاي إمتى زي مترو الأنفاء بيقولك النيكست ترين إن سري مينت ستلاقي الكلام ده في الأوتوبيسات وبالتالي يبقى ده كله تطبيقات بتسهل وتيسر للمواطن وبالتالي أشجع الناس يا مينة حتى لو أنا صاحب عربية أقول والله إذا أنا تكلفة البنزين وإن أنا دور مكان أقف فيه والكلام ده لأ أنا هستخدم مواصلات العامة يبقى أنا كده نجحت إن أنا آخد شريحة جديد من الناس اللي كانوا أصلا ما بيستخدموش النقل العام والجماعي لأن هم كانوا شايفين إنه مش على المستوى زي ما أخذك أشارت لما يبقى عندي مستوى كويس والدولة رحل كده وده جمين يا مينة انت قلت فيه واي فاي الشراكة ما بين القطاع الخاص والدولة إحنا شايفين دلوقت إن الاستثمار في قطاع النقل اللي بقى ليه المناخ التشريعي والمناخ التطبيقي الجيد فبنشجع المستثمرين من الداخل ومن الخارج إنه ييجي في شراكة الدولة ما بتفردش في أصولها لكن بتعمل شراكة لتقديم الخدمة الأفضل للمواطن وبالتالي استطيع مطلق الخدمة إنه هو يجد أكتر من مقدم خدمة ويكون فيه تنافس ما بينهم علشان في الآخر لمصلحة المواطن أكثر أحسن خدمة بلعكس الدولة تحملت العبء بتاع إن الخدمة ما بتكون جيدة دلوقتي بتفتح الباب للشراكة للمستثمرين في مشروعات مضمونة ومعروف إنها ذات عادة براهو عليك وعاوز أكمل هنا بقى على اللي منا بتقوله لأن دايما مكانة الانتقاضات تأتي هي ليه الدولة اللي بتعمل كل حاجة وليه شريحة بعينها هي الممثلة في ده الدراسات بتقول يا دكتور إن الاستثمار في القطاع أو القطاع الخاص لأنها بالنسبة له مكلفة جدا ومرضودها غير موجز بالنسبة له هزي بقى سهمت الطرق دي في استثمار في مدن جديدة واستثمار في أماكن أخرى هو ده اللي احنا عاوزين نقوله العكس اللي الدولة عملكة بل أن انت ذكرت الدراسات فأنا هتحدث إن الدراسات اللي كانت موجودة من قبل 2014 ومن أول 2010 كانت الدراسات معمولة مع مكاتب استشارية دولية منها الجايكة اللي هي هي التعاون العلمي الياباني كانت دايما بتعمل مع مصر حاجة اسمها مخطط النقل الشامل ودي كانت من ضمن المنح الأكاديمية اللي بتقوم بها الحكومة اليابانية مع الحكومة المصرية لتطوير مخطط نقل الشامل للجمهورية فكانت المخرجات الدراسة بتقول إن إحنا كمصريين لو ما عملناش تطوير لشبكة الطرق والبنية التحتية بالذات في مجال النقل يعني هيحصل إن إقليم زي إقليم القاهرة الكبرى بالنص الترجمة بتاعت العبارة هيتحول لجراش كبير فده معناه إن ما تم انتهاجه من 2014 إلى الآن في تطوير محاور وإنشاء شبكة طرق قومية كان أمرا حتميا ولم يكن على سبيل الرفاهية بالنسبة لي الاستثمار في البنية الأساسية أنا أتفق معاك إن المستثمر لما يجي ينشئ خط مثلا سكة حديد أو يبني طريق لابد إن بيكون عنده دراسة اقتصادية هو إيه اللي هيخذه من هذا الأمر العائد العائد لو ما كانش مجدي فهو مش هيدخل وهيحجم عن هذا الأمر لكن إحنا بنقدم البنية الأساسية وبننشئ الإنفراستركشر وبييجي المقدم المستثمر بيعمل شراكة في تقديم الخدمة تشغيل وتقديم الخدمة فبتبقى الأمور هنا مكسب للمستثمر ومكسب لدولة والاقتصاد المصري وتشغيل عمالة مصرية والنقل التكنولوجيا وغيرها ونحزو هذا الحزو ليس فقط في مجال النقل العام والجماعي ولكن فيه تشغيل المواني والمحطات اللي موجودة داخل المواني زي محط التحية مصر اللي تم افتتاحها في ميناء الإسكندرية والمشغل بتاع هذه المحطة هو التالت على ترتيب العالم ترتيبه يعني على مستوى العالم رقم ثلاثة فأنا بستفيد لأنه هيدخل لنقل الترانزيد بالحويات وهيكون فيه تشغيل أفضل وكفاءة أعلى وإشغال أعلى وبالتالي هيجيب لي دخل هو هيستفيد والاقتصاد المصري هيستفيد هينقل تكنولوجيا للمصريين وهيبقى عندي يعني إيه سمارت بورت يعني إيه مينة زاكي الكلام ده كله أنا محتاج أننا مع الوقت أكتسبه من خبرات علشان خاطر نطور من نفسنا أكتر ويبقى فيه شراكة مع المجتمع سواء المستسنى وعنده اسم يا دكتور حاجة بتقولي احنا جايبين التالت على مستوى العالم فكرة لما أنا أقول تعالى والله اللي بيدور لي المكان ده أو اللي بيشغله لي هو فلان غير لما أقول تعالى اللي بيدور لي المكان ده أحمد عبدالصمت هو لما يكون التالت على مستوى العالم هو عنده خريط النقل البحري الخطوط الملاحية الدولية دي مش في إيدينا احنا كمصريين لأن ده صناعة دولية فلما يكون مدرج على الخريطة الدولية زي المطارات اللي بيقولك ده مطار دولي وده مطار محلي فالمطار الدولي بيجي له خطوط ملاحية من كل دول العالم وبالتالي ابتدي بقى ادخل في المواني البحرية نقل الترانزيت واربط المواني البحرية بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية ده كله هيكون ليه مرضوض يمكن سمعته كلمة محور لوجستي والتأرير اشار الى طريق السيد الغربي هو على فكرة مش لحد انا عايز اتكلم عن الخريطة دي عايز اتكلم عن ان حصل رؤية كده لربط كل الطرق المختلفة زي محررتك بتتكلم بري او بحري وقد نجدها يمكن جوي يعني ازاي يحصل نوع من انواع ربط ببين الطرق ان البضاعة جيالية عن طريق البحر يحصل تكامل انها تتاخد بقى عن طريق البحر توصل باقل كلفة وبأمان ده اللي هو النقل متعدد الوساط ان انا باجي ناقلة الحويات بتوصل للمينة والمينة بتنقل البضاعة منها الى المناطق اللوجستية والمينة الجاف يتم كل الاجراءات اللي موجودة عليها من جمارك وتفتيش وحجر صحي والكلام ده كله ثم انا كمان بختار المناطق اللوجستية والموانيك جافة قريبا من مناطق الانتاج يعني قريبا من مناطق الصناعية يعني دايما تلاقي مثلا المينة الجاف اللي في اكتوبر اللي تم برضو افتتاحه اللي هياخد الحاجة دي عشان يعمل فيها الصناعات والقيمة المضافة والكلام ده ثم لو هعيد تصديرها او هدخلها السوق المصري بشكل او باخر فاحنا عندنا وسائط النقل لازم نرتقي بيها كلها مع بعض وده السبب ان انا ليه بطور السكة الحديدة عندي وبنشئ كمان خطوط جديدة لان السكة الحديدة برضو ما طالهاش اي تطويرة على مدار 200 سنة فالدولة من 2014 بدأت دلوقتي بتنشئ حوالي 2000 كيلو متر من الخطوط الحديدية الجديدة بتطور سكك حديد مصر اللي بقالها 200 سنة مفيش اي حاجة تم تفيد يعني في الحقيقة هو تكامل وهو انجاز والانجاز ده قد يكون اعجاز ايضا في زمن التنفيذ القصير جدا لكن دايما ارادة المصريين لتعرف المستحيل بنشكر حضرتك الدكتور حسن مهدي استاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس وضيف عزيز علينا دايما وبنسعد بوجودك معنا انا سعيد بوجودي معاكم شكرا لحضرتك